ولذلك كما ذكر اللالكاء رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يُظهر أحدهم البدعة مثل هذه وأشار إلى مفصل الإصبع قال فإن تركتموه أتى بالطامة الكبرى وإذا ظهرت البدع ما أسباب البدع الأهواء تقديم الأهواء فإذا قدمت الأهواء تحققت لهم مصالحهم الدنيوية على حساب ماذا؟ على حساب الدين وهنا يكون الضلال المبين